أستاذ أحمد كان بيسأل قبل الفاصل أنه شغال في الشركة صاحب الشركة مؤذي ممكن يرفض الناس وممكن يستبقي من يشاء فالأستاذ أحمد بيهادنه حفاظا على لقمة عيشه وعلى عمله فأحيانا يصفه بصفات طيبة اتقاءا لشر يا أستاذ أحمد المؤمن دايما كيس يعني فطن عاقل يعني ومطلوب منه اللياقة واللياقة واللباقة من محاسن السلوك ومن الحكمة اللي المفترض المؤمن يراعيها في كل أقواله وأفعاله وبرضو من الحكمة أني لما أجي أوصف هذا الرجل بشيء أو أتعامل معه بنوع من المداراه أنا بدري يعني أفعل ذلك ولما أقول حاجة لا أقول إلا حقا وأستعمل عموميات الألفاظ ربنا يبارك فيكم ربنا يجزيكم الخير ربنا يفتح لنا وليكم أبواب التوفيق عموميات الألفاظ اللي تدي توحي بالمتح ولكن مضمنة بالدعاء اللي أنت تنويه بقلبك أنه ربنا يفتح مسامعنا إلى ذكره ويجزيكم خيرا يبارك فيكم يهدين وإياكم إلى ما يحب ويردوا بابتسامة لطيفة فأنا أستعمل الألفاظ اللي فيها عموم وفي نفس الوقت لما أقول لا أقول إلا حقا قدر الطاقة يا أستاذ أحمد حتى لا يتحول ذلك إلى نفاق ونسأل الله السلام